نخذنا خلال العام الماضي 2016 ربما يتذكر تطورات سامسونج طالت بشكل كبير النود 7 والحرائق في هذا الهاتف الذكي وبالتالي كانت تساؤلات كثيرة ما الذي سيفعل هذا بنتائج هذه الامبراطورية سامسونج نظرنا إلى الأرقام الأرباح التشغيلية هي الأعلى في ثلاث سنوات شهدنا في الرابع الرابع ارتفاع 50% في الإرادة مقامة مع الرابع الرابع من العام 2015 8 مليارات دولار نظرنا إلى صافيا الدخل في الرابع الرابع وصل إلى 6 مليارات دولار كانت توقعات 5.5 مليار تفوق بـ 500 مليون دولار أما بالنسبة للمبيعات كانت عندها 45 مليار و 600 مليون دولار وهذه الأرقام طبعا تعقص إلى حد كبير القوة التي شهدناها في شركات سامسونج ليس من الهواتف إنما أيضا من منتجات أخرى الشاشات OLED كان لها طبعا جزء أهم جدا ورقائق سامسونج أضافا إلى حد كبير في هذه الإرادات للشركة طبعا استخدمها عدد كثير عدد كبير من الشركات نتحدث عن حوالي 68% من الأرباح التشغيلية ساهمت فيها طبعا هذه الرقائق والـ OLED هذه الشاشات التلفزيون بالنسبة لنمو الأرباح الرقائق شهدنا ارتفاع 77% أما بالنسبة للشاشات شهدنا ارتفاع بـ 350% عصر التلفاز هذا يعني بأنه لم ينتهي بعد في هذه الأرقام من السامسونج أما بالنسبة لأرباح الهواتف ففعليا حريق النوت 7 لم يؤثر إلى حد كبير لنظن إلى الأرقام مبيعات التي شهدناها لهواتف سامسونج تراجعت نعم 6% فقط ولكن لو قررناها مع باقي الشركات حتى أبل تراجعت مبيعاتها من الآيفون خلال الربع الثالث من العام الماضي ولكن أرباح التشغيلية ارتفعت 12% ولكن من قادر هذه الارتفاعات هو الـ S7 Edge وأيضا الـ S7 أما بالنسبة لحرائق النوت 7 طبعا كما يعني بآخر الأرقام من سامسونج والإجراءات بسبب مواردي البطاريات وليس خلل فعليا هو كان في الهاتف الإصدار الأول كان خلل في تصميم البطاريات أما بالنسبة للإصدار الثاني والذي كان من مفترض أن يكون هذا الإصدار الآمن والمكتوب طبعا بحرف S كانت مشاكل في عملية اللحام بالنسبة لسامسونج ومن ثم يعني عيد سحبه أيضا من الأصوات أما بالنسبة لإستراتيجية الشركة في عام 2017 طبعا تعزيز الاهتمام بسلامة وجودة الأجهزة كان عليها عمل الكثير لإعادة ثقة المستهلك ولكن يبدو بأنها لم تحتز هذه الثقة كثيرا و S8 الكل في انتظار S8 موضوع الكشف عن السلسلة الجديدة لم يحدد بعد ولكن سيكون ربما خلال الأسبوع أو الأشهر القادمة ما بالنسبة لجالاكسي A وتعزيز مبعات هذه السلسلة كذلك الأمر وهواتف 4G نعاة هذه الهواتف فيها تعتبر رخيصة الثمن ولكن تباع بكثرة وحتى تحديدنا في الأسواق الناشئة سيكون تركيز أيضا كبير على هذه الهواتف في الأسواق الناشئة بالإضافة إلى أيضا تسعى سامسونج القيام بشيء مماثل لأبل اعتماد على الخدمات منها السامسونج كلاود منها السامسونج باي لا نعلم بأنها ستزيد أيضا خدمات أخرى بإضافة طبعا هذا سيعزز غطاء الخدمات والبرمجيات لديها